القناة اللي معنا النهاردة قناة واحد مغربي عايش في ايطاليا تم تحكير قناته قناته مع الهاكر لمدة عشرة ايام لا يستطيع الدخول عليها لا يستطيع رفع فيديوهات والهاكر عامل بث مباشر على قناته حاول كتير ان هو يرجع قناته بكل الطرق ولكن لم يستطع ان يسترجع قناته المهكرة هو قاعد والهاكر عامل بث مباشر على قناته الاخ المحترم تواصل معنا عن طريق رقم الواتس اللي احنا حطينه في وصف قناتنا وفي وصف هذا الفيديو ما تصوروش يعني الحزن اللي دووزته في ديك المدة ديها تقريبا عشر ايام وهي ماشية لي القناة فكنت يعني هازين لأقصى درجة وقال لي قناتي مهكرة الحمد لله في خلال تقريبا اتناشر ساعة تم استرجاع قناته المهكرة اسمعوا منه بعد استرجاع قناته السلام عليكم اخ سليمان صارحة يعني باش نديرت الفيديو يعني بقيت كنعوده بزاف علاش لان ما متيقش ان القناة ديالي رجعت لانا كنت يعني فاقت الامال لانني حاولت انني رجعه وما قدرتش وبفضل يعني الاخ مهندس سليمان اللي عنده قناة العلم والتكنولوجيا صارحة كان يعني متفوق بمعنى الكلمة لان صارحة في واحد دار في واحد المدة قصيرة قدر يرجع لي القناة ما تصوروش يعني الحزن اللي دووزته في ديك المدة ديها تقريبا عشر ايام وهي ماشيالية القناة فكنت يعني حازين للاقصى درجة لان ما شيل الحزن ان الاهمية ديال القناة غير يعني ذاك الحب ديالك لذاك شيء اللي كتدير كتبغي تتقاسمه مع الناس ربما كيني الناس اللي غي يستافدوا من ذاك المحتوى اللي كتقدمتها يعني في القناة ديالك هادش اللي خلاني اناني نكون يعني حازين وصارحة انا جد سعيد الان برجوع القناة لانها يعني كتعني لي بزاف لان فيها بعض الذكريات الجاملة وادي وكتوما كتعرفوا يعني باش تمشي لك القناة يعني مدة ديال الخدمة ديال العام وتمشي لك فكتكون صعيبة ديالك الصدمة يعني ما كتتوقعش وناصيحة اللي غي نبغي نصح بها اللي هي يعني هذا اول الخاطئ اللي درت اللي خلى القناة ديالي يعني تتكر هو يعني حملت برنامج اسميته ترونز ماك اراه معروف ديال حرق نظام تشغيل واستعملته ولما يعني سالت لي المدة تعل البرنامج ولا يعني 15 يوم اللي كانت فيه مدة تجريبية قمت يعني بتحميله بطريقة غير قانونية يعني مهكر وبسبب ديال البرنامج نهار حملته في العشية تقريبا بالليل في الساعة يعني تقريبا ساعة اثنين صبح يعني تختار قناة ديالي وجميع الايميلات والحسابات اللي تاعي والخاطئ اللي كنت دير هو الحساب الشخصي كنت ديره هو اللي حساب يعني استيرداد فما قدرت نتوصل تحتاجي نتيجة على كل حال كان بغي نشكر الاخ سليمان المهندس سليمان اللي عنده قانات علم والتكنولوجيا لانه صراحة نفرحني بزاف انها رجع لي القانات ديالي وما كنتش كانت توقع انها ترجع بهذا السهولة ولا بهذا السرعة هادي تقريبا في ضرف نقوله 14 ساعة قدر يرد لي القانات ديالي فكنشكره جزيل شكر يعني على المجهودات اللي قدمها لي ورجع لي الفرحة كيف ما كنقوله فشكرا بزاف اخ سليمان وخنبقى نعود شكرا فما قديش نقدر نوفي لك يعني ذاك المجهود اللي درتي وذاك الفرحة اللي دخلت علي فمن هاد المينبر مرة اخرى شكرا لك بزاف بزاف وفعلا انسان يعني متفوع انا درتها غير على الله كيف ما كنقوله وقدر يرجع لي القانات فتاحية لك اخ سليمان نقول الف مبروك للاخ المحترم المغربي اللي عايش في ايطاليا على استرجاع قناته لازم الحق يرجع لاصحابه وبشكره على الفيديو اللي هو عمله على قناته بعد استرجاع القناة بشكره على الكلام الطيب اللي قاله في حقنا موجود منشن في وصف هذا الفيديو لقناة الاخ المحترم اللي قمنا باسترجاع قناته تقدر تدخل عنده وتبركوله وتقدر تكتب اسم قناته زي ما هو واضح كده على الشاشة وتدخل على قناته من خلال الاسم ألف مبروك لي وحبينا أن نحن نوثق لحظة استرجاع قناته تحياتي لكم لو أنت قناتك مهكرة موجود في وصف هذا الفيديو وفي وصف قناتنا رقم واتس ترسل عليه وتكتب قناتي مهكرة إنما لو عندك أي سؤال أي سفسار اكتب في تعليقات القناة ونتابع ونرد على التعليقات كيف تم تهكير قناته وكيف يتم تهكير قنوات اليوتيوب تكلمنا عنه كتير جدا بيكون من خلال تطبيق أنت بتنزله سواء كان على الموبايل أو الكمبيوتر ليس من مصدره الرسمي أو أن أنت يجي لك إيميل ويقول لك أنت كسبت معنا كذا تعمل لنا إعلان اضغط على الرابط تبدأ أن أنت تضغط على الرابط يتم تهكيرك أو رسالة تجي لك فيها رابط على الواتس أو على المسينجر المهم في الآخر أن أنت هتضغط على شيء سيتم تهكير جهازك وبالتالي يتم تهكير قناتك موجود قيمة على قناتنا اسمها استرجاع القنوات المسروقة لو أنت عندك وقت كده قلب فيها كأنك بتشاهد مسلسل أو فيلم وشوف تجارب الناس اللي هم تعرضوا للتهكير لأن معظم القنوات اللي احنا ربنا بيوفقنا وبنرجحها اللي هي مهكرة بنحاول أن احنا نسجل مع أصحابها علشان خاطر نوصل ليك معلومة مهمة كيف تم تهكير قنواتهم علشان مش تكون ضحية وتقع في التهكير تحياتي لكم أطلب منكم ادخلوا عند الأخ المحترم وقلولوا مبروك في فيديوهات كتيرة موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت تفيدك كمنشق محتوى على اليوتيوب مع السلام